تحية طيبة إلى كل مشاهدي صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي على فيسبوك أهلا وسلام بكم إلى هذا البث المباشر معي أنا أبراهيم ضوي وزميلة المصورة على العميز منا محيط بلدات الضهيرة حيث تشهد في هذه الأثناء هدوءا حذرا إذن سأبدأ بشرح هذه المنطقة جغرافيا مع زميلة علي هذه المنطقة حيث يظهر الدخان الأبيض هي منطقة الضهيرة والموقع موقع الضهيرة اللي كنا برسيل سابقة عم نطلع منه بالأيام الفئيتي إذن هذه المنطقة التي تظهر بالعدسة الآن هي منطقة الضهيرة نروح دغري شوي يسارا منطقة يارين التي أيضا تعرضت صباحا لقصف عنيف ونشاهد أيضا الدخان الأبيض بشكل واضح جدا في منطقة يارين إذن بدأنا بمنطقة الضهيرة وأيضا بمنطقة يارين إذا منكمل كمان بالعدسة نوصل إلى منطقة البستين منطقة البستين صباحا مصر فيها قصف ولكن بالمنطقة المجاورة دغري لمنطقة البستين هي منطقة مروحين لكمان عم يظهر منها الدخان الأبيض وتعرضت للقصف ماذا حدث جنوبا بينما نشاهد بعدسة زميل علي الدخان الأبيض اتعرض موقع جبانة الضهيرة الإسرائيلي اللي عم نشوفه هلأ بعدسة زميل علي عند حدود بلدة الضهيرة اللبنانية للاستهداف بالصواريخ وتحديدا استهداف برج عسكري بصاروخ كورنات ورد العدو باستهداف أطراف بلدة يارين والضهيرة بجنوب لبنان وهيدول الأطراف هن اللي عم يظهروا بالشاشة ووصل القصف العنيف الإسرائيلي ووصل القضائف الإسرائيلية بمحيط المباني السكانية بيان حزب الله بعد ذلك الاستهداف مباشرة أصدر حزب الله بيان جاء فيه في رد حازم على الاعتداءات الصهيونية يوم الاثنين الموافق في تسعة عشر الفين وثلاثة وعشر والتي أدت إلى استشهاد عدد من الأخوة المجاهدين وهم حسام إبراهيم علي فتوني وعلي حدرج قام مجاهدون مقاومة الإسلامية صباح اليوم الأربعة 11 عشر الفين وثلاثة وعشر باستهداف موقع الجرداح الصهيوني مقابل منطقة الاضهيرة بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح ومعلومات صوت بيروت انترناشنال أنه بلغ عدد الإصابات حوالي السبعة إصابات كحصيلة غير نهائية ما بين قتيل وجريح ومنذ بعض الوقت مشاهدينا كنا عم نسمع صوت الميركافة بشكل واضح وكنا عم نشوفها يعني بالعدسة بزوم العدسة كيف نزلت خلف موقع الاضهيرة جبانة الاضهيرة لتم استهدافه بصاروخ كورنات لحتالي ربما في لتشيل يعني القتلى والجرحة في هذا الموقع إذن هذا كان بيان حزب الله ومن ثم طبعا رد العدو بعد استهداف حزب الله لهذا الموقع باستهداف أطراف بلدة يارين والاضهيرة حيث نحن متواجدون الآن وسقطت بعض القضائف بأماكن قريبة جدا من الأماكن السكنية والمباني السكنية كذلك تم استهداف هذه الأطراف بالقضائف الفسفورية مشاهدين وهذا اللي عم يخلي الدخان الأبيض تصاعد نتيجة الاستخدام العدو الإسرائيلي للقضائف الفسفورية واللي عم تسقط حتى مثلا هذه بلدة مروحي اللي عم نشوف منها الدخان الأبيض هذه البلدة تعرضت أيضا للقضائف الفسفورية أو تطاير القضائف الفسفورية وهذه القضائف هي محرمة دوليا وكما ذكرت بحسب معلومات سود بيروت بأنه عدد الإصابات في صفوف الإسرائيليين في صفوف العدو الإسرائيلي بلغت أكثر من سبعة ما بين قتيل وجريح وكان فيه تحليق الطيران المكثف بالإضافة للميركافة التي حضرت إلى موقع جبانة ألدهيرة اللي عم يظهر بأشاشة أمامكم ربما في محاولة لتمشيط المنطقة لأنه صار فيه هناك اشتباكات بين عناصر المقاومة وأيضا بين عناصر العدو الإسرائيلي في محاولة لتمشيط هذه المنطقة منطقة الضهيرة يارين البستان ومروحين في محاولة لسحب القتلى وجرح العدو الإسرائيلي مسؤول أمني للقناة 14 الإسرائيلية قال أن الحدث في الشمال أي في هذه المنطقة القطاع الغربي من الجنوب اللبناني يغير قواعد اللعبة والقصف الإسرائيلي الذي توقف الآن ولكن كان منذ حوالي نصف ساعة هو على مناطق عدة محيطة بالموقع الذي تسلل إليه مقاومون من سرية القدس قبل أيام وأشير إلى الموقع بعدست زميل علي هو هذا الموقع الذي تسلل إليه مقاومون من سرية القدس قبل أيام في الأمس مشاهدين كتائب القسام تبنت الطاق صواريخ من مبدان إلى الجليل الغربي عصرا أما قبل أمس سرية القدس تبنت عملية تسلل مقاوميها إلى الأراضي المحتلة أما اليوم ما جرى اليوم صباحا تبناه حزب الله في بيانه أعيد لي أكرر وجاء في بيانه بأنه في رد حازم على الاعتداءات الصهيونية يوم الاثنين واللي أدت إلى استشهاد فإذا كان ربما الرد الثاني على موضوع استشهاد عناصر من حزب الله أو مقاومين من حزب الله لأنه مشاهدين ببيانه الأول كان عم أقول رد أولي اليوم جاء البيان الثاني ويقول فيه في رد حازم على الاعتداءات الصهيونية واللي أدى إلى استشهاد عدد من المقاومين في حزب الله تم اليوم استهداف موقع الجردح الصهيوني مقابل منطقة الاظهيرة بالصواريخ المواجهة إذن أترك لألعدة صعفون أن تنقل لنا بعض الأضرار بعد هذا الاستهداف وهذه الاشتباكات إذن كما جاء في بيان حزب الله بأنهم سيكون الحزب حاسمين في الرد على الاعتداءات نسمع بشكل واضح تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في المنطقة يمكن القول بأن توقف القصف في هذه اللحظات أو منذ بعض الوقت توقف القصف في هذه المنطقة وكانت صافرات الإنذار بحسب الإعلام العبري قد دوت في مستوطنات قريبة من الحدود هنا وكما ذكرنا نتيجة تتوسع رقعة القصف الإسرائيلي على البلدة سقطت القضائف في أماكن قريبة من المنازل وتوجهت فرق الإسعاف إلى هذا المكان تحسبا ولكن بحسب المعطيات هناك جريحين من بلدة الظهيرة نتيجة التطاير أو تناثر لأننا نحن نعرف أن القضائف الفسفورية وأيضا القصف الإسرائيلي الذي حدث تسبب بتناثر الشضايا وبالتالي بحسب معلومات بيروت أن هناك جريحين ولكن من الجانب اللبناني أما من الجانب الإسرائيلي جانب العدو الإسرائيلي المعلومات تشير عن أكثر من سبعة إصابات وبالتالي نتحدث ما بين قتيل وجريحة حصيلة غير نهائية وكما ذكرت أننا نشاهدنا المركافة كيف أتت لتؤمن الحماية وربما لتمشيط المنطقة ولأنه أصبح هناك اشتباكات عنيفة بالرصاص ما بين الجانب اللبناني والعدو الإسرائيلي في محاولة لتمشيط هذه المنطقة أعيد لأذكر بجغرافية هذه المنطقة نتكلم خلف مباشرة الظهيرة برجعنا يارين البستان ومروحين جغرافيا على كل حال سننتقل إلى داخل بلدات الظهيرة لنكون على مسافة أقرب ونعاين بعض الأضرار وأيضا نتأكد من حالة الجرحة في المنطقة وسنكون في رسائل لاحقة مفصلة من مواقع أخرى ولكن أختم بهدوء حذر وبتوقف القصف عند الحدود الجنوبية من بعد ما كان بالفعل قصف عنيف يشهده هذا المحور خلفي مباشرة الظهيرة يارين كان قصف عنيف جدا والشضايا والفسفوري طال بلدة مروحين اللي هي في هذا المحور أنا بدي حييكم المشاهدين من الحدود اللبنانية الفلسطينية جنوبا أنا ابراهيم طوي وزميل على مايس سنتقل إلى نقاط أخرى وسنوافقكم برسائل منفصلة وسنوافقكم بكل جديد فور ورود إلى الرقاء ترجمة نانسي قنقر